موجز لأهم الأنباء من آيتون فو نيوز أهلا بكم طالبت كتلة الفتح النيابية في البرلمان العراقي واشنطن بدعمها للعراق وقال رئيس الكتلة محمد الغبان في بيان تناقلته وسائل إعلام عراقية قوله إن على واشنطن أن تبرهن على اهتمامها بالعراق بيطاهي أولوية في المساندة والدعم في الضرف الحرج هذا وناشد رئيس الكتلة القريبة من إيران واشنطن بأن لا تنحاز إلى أي طرف في العراق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور إسرائيل للتعبير عن دعمه للحكومة الإسرائيلية جديدة وسيلتقي بومبيو رئيس الوزراء بنيمي نتنياهو وشريكه في الاتلاف الحكومي بني جانس في القدس الأربعاء المقبل يوم أداء الحكومة الجديدة اليمين وبذلك يستنف وزير الخارجية رحلات المسؤولين الكبار في العالم مع بدء التخفيف التدريجي لإجراءات الحدي من انتشار فيروس كورونا فاجأت الولايات المتحدة أعضاء مجلس الأمن الدولي بعرقلتها تصويت على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في مختلف نزاعات في العالم للحد من انتشار فيروس كورونا يأتي القرار الأمريكي بعد يوم من موافقتها على النص الذي استمرت المفاوضات حوله نحو الشهرين وتجعل هذه العرقلة الهيئة الدولية للسلام والأمن صامتة في مواجهة الوباء اتهمت السلطات الفنزولية جنديين أمريكيين سابقين بالإرهاب والتآمر للمشاركة في محاولة فاشلة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو على حد تعبيرهم وتهم مادورو بدوره نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالوقوف وراء العملية هذا ونفى قائد المعارض أخوان جوايدو اتهم مادورو له بالوفقوف أيضا وراء العملية بهدف الإطاحة به تحيي روسيا ذكرى الخامسة وسبعين الانتصار على ألمانيا النازية بعيدا عن احتفالاتها الاعتيادية بسبب انتشار فيروس كورونا هذا وأبقت بولاروس على الحدث على غرار تركمستان التي لم يطلها الوباء رسميا وستنظم العرض للمرة الأولى ولن يجرى عرض عسكري في الساحة الحمراء ولن يحضر قادة أجانب يحطيون عادة بعادة بالرئيس بوتين في هذه المناسبة دعا رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي للتضامن للخروج من أزمة فيروس كورونا وظهر القادة الأوروبيون في شريط نشر على منصة تويتر بمنسابة يوم أوروبا وتأتي هذه المبادرة غير المسبوقة في حين الاحتفالات بهذا اليوم محدودة بسبب إجراءات العزل الصحية وهكذا نكون قد وصلنا نلقاكم في موجز آخر إلى اللقاء اشتركوا في القناة